ركزت الدولة جهودها على تطوير القطاع الزراعي في سيناء التي تتميز بوفرة في بعض المحاصيل وثروة السمكية كما اهتمت الدولة بتطوير الثروة الحيوانية تتميز محافظة شمال سيناء بإنتاج الزيتون والتين والموالح وزراعة النخيل خاصة في بئر العبد كما تتمتع بوجود ثروة سمكية كبيرة ببحيرة البردويل والتي تعد من أنقى بحيرات العالم الطبيعية وسعياً من الدولة لزيادة وتوسعة الرقعة الزراعية تم استصلاح وتركيب شبكات تأري وطرق لثلاثة مآخز في بئر العبد بتكلفة إجمالية بلغت نحو 381.5 مليون جنيه كما تم تنفيذ مشروع حماية البنية التحتية من أخطار زحف الرمال فضلاً عن توفير التقاوي والأسمدة اللازمة للحقول الإرشادية من المحاصيل الزيتية حيث تم تشغيل وحدة عصر واستخلاص الزيوت بمحطة بحوث بالوزة بشمال سيناء بتكلفة بلغت 5.2 مليون جنيه كذلك قامت الدولة بتطوير زراعة وإنتاج الجوجوبة لمقاومة تصحر الأراضي بسيناء حيث تم خلق فرص إقامة مشروعات جديدة تعتمد على زيت الجوجوبة وإنتاج مخصب حيوي عالي الجودة وغني بالعناصر الغذائية فضلاً عن ذلك تم استكمال إنشاء 15 تجمعاً زراعياً بمحافظتي الشمال وجنوب سيناء وهو مشروع خدمي تم إطلاقه بهدف إضافة مساحات زراعية جديدة بالمنطقة بنحو 14 ألف فدان بتكلفة إجمالية بلغت 1.2 مليار جنيه وقامت الدولة بتنفيذ مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة بمحافظتي الشمال وجنوب سيناء وذلك في عام 2020 فضلاً عن توفير 12 ألف صوبة زراعية لإدخال التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعات المحمية بالإضافة إلى ما سبق تم تنفيذ الحملة القومية للنهوض بإنتاجية الإبل فضلاً عن تحسين الاستفادة من المراعي الطبيعية عن طريق متابعة ورصد السلوك الرعوي للإبل وأماكن تواجدها وتوزيعها في المرعى باستخدام نظام تحديد المواقع الجغرافية جي بي إس ترجمة نانسي قنقر